بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين قال قدس سره في الصفحة الثامنة والعشرين الباب الثالث في بيان أن الله خلقنا للسعادة الدائمة أعدها لنا وأعدنا لها في هذا الباب يريد المصنف أن يبين أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لأجل السعادة الدائمة ويبين أيضا نقطة مهمة وهي كيف يمكن للإنسان بهذا العمر القصير وبالأعمال اليسيرة أن يحصل على سعادة دائمة في الآخرة التي لا نهاية لها عمرنا مهما طال فهو بالقياس إلى الآخرة إلى العمر اللا نهائي يكون عمرنا في هذه الدنيا قصيرا جدا فكيف نتمكن أن نحصل على السعادة الدائمية من خلال عمر قصير هذا سوف يؤكد عليه المصنف قال اعلم أن الإنسان خلق للحياة الدائمة والعيش السرمدي الذي لا نهاية له وعمر الآخرة لا نهاية له وقد جعل الله هذه الحياة هذه الدنيا مزرعة للآخرة الحياة الدنيا نحن نزرع فيها الخير أو الشر والنتائج والحصاد سوف يكون ماذا في الآخرة ورتب الجزاء في الآخرة على الأعمال في هذه الدنيا فكان تأهل العباد لتلك السعادة الأبدية بهذه الأعمال الدنيوية فنحن نتأهل للسعادة الأبدية عن طريق أي شيء عن طريق أعمالنا في هذه الدنيا يعلق الشيخ الكاظم يحفظه الله على هذا الكلام قال إن الالتفات إلى قصر العمر في الحياة الدنيا لمن دواعي اليقظة والحركة للسالك الإنسان عندما يلتفت إلى أن العمر في هذه الحياة الدنيا قصير قصير جدا عندما يلتفت إلى هذه النقطة ويدركها حق الإدراك هذا يجعله يتيقظ ويتحرك إلى الله تعالى طبيعي أن الإنسان عندما تقول له اعمل بمدة طويلة والتزم وترك المحرمات وفعل الواجبات يحصل عنده شيء من الإحباط أما إذا لا أدرك فعلا أن هذه الحياة هي حياة قصيرة وإن كان 20 سنة 70 سنة 100 سنة 1000 سنة في قبال تلك الحياة الأخرى لا أصلا لا قياس بينهما فعندما يدرك قصر الحياة هذا يجعله يندفع للتحرك إلى الله تعالى قال فإن الإنسان بطبيعته يحب نفسه ويحب لها النفع والخلود كل إنسان يحب نفسه ويحب أن ينفعها وأن تبقى خالده كل إنسان حتى يقال أن أهل جهنم عندما يطلبون من مالك خازن النار أنه ليقضي علينا ربك في بعض الرواية على ما ببالي أنه كأنما أريد أن تلبى دعوتهم ولو بالشكل لعله الظاهري يقال أن أهل جهنم لم يتحملوا فكرة العدم ويقبلون أن يبقوا في النار على أن يعدموا فكرة العدم مسألة مخيفة جدا أن تتصور هكذا أنك تعدم من الوجود ولن توجد بعد الآن لا توجد حياة تصور هذه الفكرة فكرة مخيفة جدا فالإنسان يحب الخلود لنفسه قال وإن اشتبه في تشخيص مصاديق النافع والضار كما هو الواقع خارجين الإنسان عندما يريد أن ينفع نفسه قد يخطئ فيختار شيئا يضره لكن هذا لا يعني أنه يحب الضرر لنفسه لا لا هو يحب النفع لنفسه لكنه يخطئ من ناحية التشخيص قال وعليه فإن استيعاب حقيقة قصر الحياة وأن اللامحدود يعني الحياة الآخرة التي ليس لها حد يتحدد سعادة وشقاء بهذا العمر المحدود الحياة الأخرى التي ليس لها حد يحددها ما الذي يحددها يحددها يحدد الشقاء فيها والسعادة هو ماذا هو هذا العمر المحدود في الحياة الدنيا هذه الحقيقة استيعاب هذه الحقيقة قال مما يجعل كل آن فيه يقابل اللامحدود كل آن من آنات الحياة الدنيا يقابل ماذا اللامحدود في الآخرة قال ومن المعلوم أن هذه المقابلة الوجدانية وهي مدعومة بالشرع والناقل يحول الإنسان إلى موجود حريص على كل لحظة من حياته أضف إلى حرصه لانتفاعي أو لانتقاعي أفضل الأعمال التي يملأ بها هذا الوقت القصير الذي سيحدد مصيره الأبدي في الجحيم أو النعيم خلاصة الكلام أن الإنسان عندما يدرك حقيقة أن الحياة قصيرة وأن تحصيل الآخرة اللانهائية بهذه الحياة المحدودة المنتهية بعمر قصير استيعاب هذه الحقيقة يدفع الإنسان للتحرك ويجعله حريصا على كل لحظة من لحظات عمره يحاول أن يغتنمها بل يحاول أن يحصل الأفضل في هذه الحياة ويستغل أمره القصير تأمل في هذا الكلام فيه لعله شيء من الصعوبة لكن كلام جدا رائع نرجع إلى كلام المصنفي قدس الله نفسه ماذا قال المصنف؟ قال أن تحصيل الآخرة اللامحدودة يكون عن طريق الدنيا عن طريق عمالنا القصيرة في هذه الدنيا قال ولا ريب أن هذه الأعمار القصيرة والمدة القليلة لو استغرقت بالعباده بحيث لم يعص الله فيها طرفة عين ولم يصرف مقدار نفس من الأنفاس إلا في طاعة الله فهكذا نفرض أنه إنسان لم يعص الله تعالى طرفة عين أبدا أبدا وصرف كل أوقاته في سبيل الله تعالى في طاعة الله تعالى في أي مدة في هذه المدة القصيرة في الحياة الدنيا إذا فعل ذلك ونحن عادة لا نفعل ذلك قال فهي مع ذلك قاصرة وناقصة بالبداهة والضرورة يعني أمر واضح أمر بديهي قاصرة هذه المدة القصيرة قاصرة عن الأهلية للمقابلة هذه المدة القصيرة هذه الأعمال في هذه المدة القصيرة لا تكون أهلا لأن تقابل بماذا بالخلود الأبدي والسعادة الأبدية في الآخرة لا يمكن بالبداهة والوضوح لا يمكن أن نقيسه وأن نقابل بين أعمالنا اليسيرة في هذه المدة القليلة وبين ماذا وبين السعادة الأبدية لا يمكن إلى أي شيء يريد أن يصل المصنف قال فلا بد بمقتضى الرأفة الإلهية والرحمة الربانية أن يفتح لهم أبوابا من أبواب كرمه يؤهلهم بها لمقام الجزاء بما لن قضاء له ولا فناء إذ كل نعمه ابتداء وكل إحسانه تفضل ماذا يريد أن يقول المصنف يقول بما أن جميع الأعمال ولو كانت حسنة ولو كانت حياتنا كلها في سبيل الله تعالى وفي طاعته ومرضاته مع كل هذه الأعمال لا يمكن أن نقابل حياتنا القصيرة وأعمالنا القصيرة بماذا بالسعادة الأبدية لا يمكن بما أنه هذا غير ممكن فلا بد أن تتدخل يد اللطف الإلهي بأي شيء بأن يجعل الله تعالى لنا أعمال يضاعفها لكي تكون في قبال السعادة الأبدية بمنه ولطفه وتفضله جيد فوصلنا إلى نقطة أن الله تبارك وتعالى جعلنا أعمالا ظاهرها أنها أعمال يسيرة لكنه بفضله ورحمته جعلها أعمال كثيرة وممتدة تخترق الزمان إن صح التعبير كيف سوف يذكر أدة مصاديق المصنف قال فأول ما تفضل به عليهم على عباده بجوده وكرمه أن جعل أعمالهم غير منقطعة بانقطاع آجالهم ولا منتهية بانتهاء مددهم أعمال نحن نعملها منقطع ظاهرها منقطع لكن بفضل الله تعالى جعلها مستمرة إلى ما بعد موتنا لزمن طويل بحيث جعلها يمكن أن تكون منطبقة على عمر الدنيا يعني أنا الآن أفعل عملا من الأعمال الخيرية بفضل الله تعالى جعله ممتدا إلى آخر الدنيا ممكن أن يكون ممتدا إلى آخر الدنيا قاله مستغرقة لأيام العمل ووجود العاملين وذلك بأن جعل من أحكام دينه التي حكم بها أن من سن سنة هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام جيد هذا جدا رائح الإنسان يقول أنا محدود عندي ستين سنة فقط مثلا عمل سبعين سنة مئة سنة فكيف ماذا فكيف أستحق الحياة الاسترمدية نقول هناك أعمال إذا فعلتها تبقى مستمرة إلى يوم القيام أجرها يبقى مستمرا إلى يوم القيام مثال ذلك أنه الإنسان مثلا يجري سنة مثلا كفالة الأيتام يجعل هناك ضوابط أو أشياء في عشيرته أنه يقول أن نحن لا بد أن نجعل مثلا صندوقا خيريا لكفالة الأيتام هذا مات الشخص لكن الصندوق بقي مستمرا إلى يوم القيام أجره يبقى أجره يبقى قال كما أن من سن سنة ضلال فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيام وكذلك جعل من أحكامه أن الوالدين شركاء مع أولادهم فيما يعملون من أعمال الخير بمقتضى التسبب والعلية للوجود وهذه سلسلة غير من قطعة الآن آباؤنا ماذا ربونا تربية صالحة ونحن بقينا وسوف نربي الجيل اللاحق أعمالنا الخير يكون آباؤنا مشتركين فيها هذا من لطف الله تعالى وهذه سلسلة غير منقطعة قال وكذلك جعل ثواب بعض الأعمال أن يخلق منها ملائكة يعبدون الله إلى يوم القيام ويكون ثواب عبادتهم لصاحب العمل أحيانا أعمال يسيرة جدا هناك رواية معروفة لعله أدعية الأدعية أثناء الوضوء مع الاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين وما إلى ذلك من هذه المستحبات في الرواية على ما ببالي في ثواب العمال يقول الذي يأتي بهذا الوضوء وهو لعله يسمى بوضوء أمير الممين عليه السلام موجود في ثواب العمال الذي يأتي بهذا الوضوء الله تباك وتعالى يخلق من قطرات ماء وضوءه يخلق ملائك لعله يستغفرون له أو ما إلى ذلك أعمال يسيرة الله تباك وتعالى جعل لنا ماذا جعل أن خلق منها ماذا ملائك يعبدون الله إلى يوم القيام ويكون ثواب عبادتهم لنا نحن قال وكذلك فتح لهم باب التنزيل فنزل العمل ليلة واحدة بمنزلة العمل في ألف شهر هذا مسألة تنزيلية هو عمل واحد لكنه ينزله ويفرضه ماذا ألف شهر قال بل أخبر الله سبحانه فقال ليلة القدر خير من ألف شهر وجعل تفكر ساعة بمنزلة عبادة ستين سنة تفكر ساعة ساعة الإنسان هكذا يجلس مع نفسه ويفكر في خالقه يفكر في يفكر في خالقه أقصد في عظمته في مخلوقاته في قدرته في حكمته هذا التفكر خير ماذا من عبادة ستين سنة أو بمنزلة عبادة ستين سنة قال وفيه سنة يعني في بعض الروايات على ما في بعض الروايات قال وجعل مبيت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام تعدل عبادة سبعمائة سنة وجعل قضاء حاجة المؤمن يعدل عبادة تسعة آلاف سنة صائما نهارها قائما ليلها قضاء حاجة مؤمن يعدل عبادة تسعة آلاف سنة ولهذا لا بد الإنسان أنه يلتفت أنه الأمر الوصول إلى الله تعالى السلوك إلى الله تعالى لا يمكن أن يتحقق بمجرد الذكر والعبادة الظاهرية لا 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 هناك أعمال أفضل من العبادة بكثير هذا قضاء حاجة مؤمن لعله ربع ساعة أنت تمشي مع المؤمن بحيث تقضي حاجة له هذا يعدل عبادة تسعة آلاف سنة ليس عبادة طبيعية صائما في النهار وقائما في الليل أنت الآن جرب أسبوع واحد أسبوع واحد اقضه صائما في النهار وقائما في الليل لا تستطيع تتعب تنتهي لكن قضاء حاجة مؤمن هذه المؤمنين وتفضلا ليؤهلهم لأن يوصلوا إلى رتبة المفوض يصلوا أنا عندي في هذه النسخة يوصل لعله يوصلوا ليؤهلهم لأن يوصلوا إلى رتبة استغراق عمر الدنيا بالطاعة نحن لا نستطيع أن نستغرق عمر الدنيا بالطاعة لكن من خلال هذه التفضلات نستطيع ذلك أحيانا هكذا بعض الروايات أنه من قرأ التوحيد ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن الإنسان يستطيع كل يوم أن يختم القرآن كيف يقرأ التوحيد ثلاث مرات من توضأ ونام يبقى يبقى فراشه مسجدا في الليل كأنما هذا مسجد وهو يعبد الله تعالى وهو نائم بالنتيجة مجرد أنه يتوضأ وينام عن وضوء والروايات كثيرة في هذا المجال قال حتى يكون لهم شوق التأهل بهذه المرتبة النفيسة بجوده وكرمه نحمد الله تعالى على هذا الجود العظيم ثم ذلك قليل في جنب ما يريد أن يؤهلهم عن استغراق مدة الأمد والسرمد بالعبادة والطاعة له عز وجل فأكمل لهم الامتنان ليتم لهم الإنعام يعني يقول هناك شيء أعظم من هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل ما هو قال بأن فتح لهم باب الجزاء على النية التي هي خير من العمال فجعل نيات المؤمنين أن لو خلدوا في الدنيا لداموا على طاعتهم لله عز وجل فأثابهم على ذلك ثواب الدائمين على طاعتهم وجعل جزاءهم على هذه النيات الخلود في الجنة هذا عبارة فيها شيء من الصعوبة يريد أن يقول هكذا أنه نحن عندنا نية أننا حتى لو بقينا إلى أبد الآبدين هكذا الإنسان المؤمن عنده هكذا نية أني يا ربي حتى لو بقيت إلى آلاف الصنين في هذه الدنيا أنا أبقى طائعا لك لا أعصيك أو صلي وصوم إلى آخره هذه النية موجودة كل إنسان بالنتيجة مؤمن بالنتيجة عنده مقدار من الإيمان هو عنده نية في نفسه أنه حتى لو بقي إلى أبد الآبدين هو يبقى يصلي ويصوم ويحاول أن يترك المعاصي ويعبد الله تبارك وتعالى هذه النية موجودة هذه النية الله تبارك وتعالى أثابنا عليها وجعل جزائنا ماذا هو الخلود في الجنة يعني في الشيء جدا عظيم مجرد النية الله تبارك وتعالى يجعل لنا ماذا عليها الخلود في الجنة قال كما أن الكفار طبعا هناك روايات على مسألة النية لطيفة جدا أنه الإنسان إذا نوى أنه أن يصير عالما ولم يوفق لم يوفق لسبب أو لآخر الله تبارك وتعالى يكتبه من العلماء والكلام في هذا الجانب يعني ليس بالقصير قال كما أن الكفار بسوء نياتهم وأنهم لو داموا لداموا على معصيته جعل جزائهم الخلود في عقابه أحيانا الإنسان يسأل أنه لماذا هذا الكافر أصى الله تعالى خمسين سنة مئة سنة لماذا يخلد الأجوبة عديدة في هذا الجانب والأجوبة أيضا واضحة يعني لا تحتاج إلى بيان طويل من أحد الأجوبة هو هذا أنه هذا وإن عصى الله تعالى مئة سنة إلا أنه حتى لو بقي آلاف السنين مليارات السنين هو يبقى على أصيانه فلهذا الله تبارك وتعالى يجازه على نيته قال فيا أيها الأخ المسترشد اعلم أن أعمالك مبنية على الدوام لا على الانقطاع أنت ترى أن هذا العمل منقطع لكن في الحقيقة هو دائم وإن كنت تراها منقطعتين ففي بعض الأخبار إن السعيدة من ماتت سيئاته بموته حقيقة الإنسان هذه المسألة مرعبة حقيقة يعني الإنسان يشعر بالرهب عندما يفكر في هذه المسألة أحيانا الإنسان يعصي الله تعالى لعله يشرب الخامر لعله يزني لعله كذا والأياذ بالله لكن يموت وتموت معاصيه معه لكن بعض الأشخاص وهؤلاء ليسوا بالقليلين يموتون وسيئاتهم مستمرة الآن هذا الممثلون الممثلات بالأخاص المغنون المغنيات عموم هؤلاء الذين عندهم إبداعات كما يعبرون فنانون وكذا هؤلاء عندما يموتون معاصيهم مستمرة ليست المسألة مستمرة فقط على ماذا على مقاطع الأفلام وكذا لا 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 حتى على تربية أولادهم وهذه مرعبة حقيقة يعني ممثل واحد ممثلة يربون جيلا كاملا على هذا الفيسق والفجور وما إلى ذلك أعوذ بالله يعني مسألة حقيقة مرعبة فالإنسان يعني حتى لو عصى الله تعالى فليختر معصية تنتهي ولا يدخل في معاصي ماذا تكون مستمرة بعد موته أتمنى أنه الأخوة يفكرون في هذه القضية مسألة مخيفة جدا مخيفة خصوصا مسألة التربية السيئة جدا مرعبة قال يعني من سعادته أن لا يعمل يريد أن يفسر الخبر يعني من سعادة الإنسان أن لا يعمل بسيئاته بعد موته وإلا فإذا عمل بها اقتداء اقتداء به واقتداء بمن اقتدى به كان عليه وزرها إلى يوم القيامة ومن أعظم هذه الأمور ما حصل في سقيفة بني ساعد الدين انحرف وترى أنه هذا الخلفاء كما عمروا كما عمروا لعله لا أدري الأول لعله حكم سنتين في بالي لعله والثاني حكم أربع سنين لعله لا أذكر جيدا فأفض عشرين سنة لكنهم غيروا الدين إلى الآن وإلى يوم القيامة لعله هذا الانحراف يبقى إلى أن يظهر الإمام عجل الله فرجه فالدنيا لا تسوى حقيقة لأجل منصب لأجل الخلافة ماذا حصلت خصوصا الأول والثاني لم يستمتعوا بالدنيا بمقدار ما استمتع به معاوية وامثاله حقيقة يعني المسألة لا تسوى على تعبيرنا قال في المعصية والأياذ بالله مقتضاها التسلسل يعني تبقى من دون نهاية إلا أن يتعطف الله بمحوها وإزهاقها أنتم لاحظوا حياتكم يعني عموما لعله لا تخلو حياة الإنسان من وجود معصية سوف تبقى بعده ولو من ناحية أنه يكون قدوة للآخرين الأب عادة قدوة لأبنائه الأم قدوة لأبنائها فمجرد أنه يفعلون أشياء في البيت هذا يكون سببا لاستمرار هذه مثلا الشخص عصبي في البيت ابنه يخرج أيضا عصبي حفيده كذلك ابن حفيده حفيد حفيده وإلى آخره العم عنودية بالبيت دائما شوفها تعاند زوجها وما تريح بالنتيجة زوجها البنت تخرج هكذا بنته البنت نفس الكلام طبيعي يعني هي لم تأتي وتقول لبنتها أنت عندما تتزوجين عاندي زوجك ولا تسمعي كلامه لم تقول هذا لكن البنت هي تنظر إلى أمها أنه الزوج عندما يتكلم معها بشيء يأمرها بشيء لا تلبيه تعاند أو تلبيه بعد العناد هذا لوحده هو تربية لهذه البنت وبالتالي أنت الآن تفعلين أمورا سوف تبقى لعله إلى يوم القيامة ونفس الكلام الزوج لا نتكلم عن جانب واحد قال فاحذر كل الحذري من المعاصي فقد تؤثر في الأعقاب أو فقد تؤثر في الأعقاب يعني في أحفادك في أبنائك وفي أعقاب الأعقاب وارغب في الطاعات فإن كل فإنما كان لله ينمو ومن نموه أن يؤثر بعده إلى آخر الدهر وفي الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة فتيقظ ولا تكن من الغافلين هناك هامش للشيخ حفظه الله قال إن كتب القوم جميعا كتب الأخلاقيين لا تخلوا من هذه الوصية فإن العاكف على الذنب ولو كان صغيرا لا استعداد له للسير في هذا السفار يعني السفر إلى الآخر إلى الله تعالى لا بد أن تترك الذنوب جميعا الذي يحتاج في أصله أن يكون المسافر فيه مقبولا لدى مولاه الإنسان العاصي لا يكون مقبولا لدى مولاه فإن النجاح في هذا الطريق يتوقف على النفحات الإلهية الآخذة بيد العبد وهي لا تتأتى لمن يتعرض لسخط مولاه صاحب تلك النفحات الله تبارك وتعالى هو صاحب النفحات الإلهية فإذا أسخطناه لم يعطنا هذه النفحات قال ومن المعلوم أن الذنب وإن كان صغيرا إلا أن الذي أذنبنا بحقه كبير الله تبارك وتعالى هو الذي أذنبنا بحقه وهو كبير وإن كان الذنب صغير بما يجعل المعصية بين يديه سوء أدب عظيم يوجب الخجل والوجل بعد الالتفات إليه ومن هنا كان ديدن يعني عادة كان ديدن وعادة جميع من سلكوا هذا الطريق هو الاستغفار المتواصل الحمد لله وشكرا الله تبارك وتعالى فتح لنا باب الاستغفار لتجديد العهد بالرب الذي ما عرفناه حق معرفته وما عبدناه حق عبادته وأما استغفار الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فإنما هو لإظهار التذلل والتعظيم بالإضافة إلى تبدل حالاتهم في بعض الأحيان من الأعلى إلى العالي وهذا كاف لأن يوجب لهم طلب الاستغفار دائما الأنبياء عليهم السلام عندما يتركون الأعلى ويأخذون بالعالي هذا بالنتيجة يعدونه ذنبا فيستغفرون الله تعالى عليه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر